من سورة البقرة هذا البحار أمامكم عزيزي هذا البحار أمامكم البحار المجلد الخامس والعشرين اللي هي مؤسسة الوفا هاي الطبعهم المئة وعشرة في كتاب الإمامة باب نفي الغلو في النبي والأئمة التفت جيدا ما هو هناك في صفحة ثلاثمائة وثمانية وأربعين في صفحة ثلاثمائة وثمانية وثلاثين هذه عبارته أعزائي هناك التفتولي جيدا يقول وأما ما ورده التفتو هل هذه علامة وسائط الفيض أين تظهر أعزائي واحدا من أهم مصادقها تظهر أين أعزائي أين تظهر أعزائي يجيب ذهني لأقوله ما يجي أين تظهر هذه وسائط الفيض في القرآن الكريم يتذكر لا أعزائي ولا أبدا ولا واحد يجيب ذهنة ها شنو لا 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 بعد لا لا هذا من لا بعد هذا هو هم الأئمة هذا اللي أقول بأنه الروايات ترشدنا الإمام سلام الله عليه في أصول الكافر والرواية قد تكون ضعيفة مو مهم مو مهم ليس مهما ولكن القرآن يثبت هذا يقول حاججوهم بإنا أنزلناه في ليلة القدر تفلجو هسا ماذا يوجد في إنا أنزلناه في ليلة القدر يوجد فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فلهذا الإمام يقول اسألوهم على من تنزلوا في ليلة القدر ولماذا تتنزل وأنا ذهبت إلى روايات أهل السنة والشيعة الجميع متفق أنه في هذه الليلة تقدر مقادير الخلق إلى السنة القادمة فيحتاج من ها هذا هو وساطة الفيض هذه وساطة الفيض هذه واحدة من أهم مظاهر وساطة الفيض هي ماذا ها ما يجري من المقادير في ليلة القدر ولهذا نحن قلنا أنه في ليلة القدر يوجد حدثان أساسيان الحدث الأول نزول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر الحدث الثاني تنزل الملائكة والروح وهناك روايات من الفريقين والمدرستين يقول الحدث الأول كان في زمان وماذا وانتهى لأنه لا ينزل القرآن بعد الخاتم على حد لأنه ختمت النبوة وأما الحدث الثاني فمستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذه واحدة من أهم مصاديقي ماذا وساطة الفيض الإلهي قد البعض يقول لي سيدنا بيني وبين الله أنت تستطيع قد أن تثبت وجود الحجة شلون ما يمكن إثبات وجود الحجة سلام الله عليه أساساً هي نظرية الإنسان الكاملة يقول لا يمكن أن تخلو الأرض من إمام ماذا من إمام هو بمنزلة الروح لعالم الإمكان روحه وإذا ذهبت الروح ذهب ماذا مات البدن كما قرأنا عن العلامة الآلوسي التفتوا جيداً العلامة المجلسي ملتفت إلى القضية أنه بيني وبين الله يقول وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم يعني في ليلة ماذا في ليلة القادرة وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم يقول هذه الروايات ماذا يقول فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك أبداً ما لهم مدخليتهم يعني إثبات الوساطة لنفي الوساطة نفي الوساطة نفي وساطة طلفين أبداً يقول لا ما أبداً كل مدخلية إذن لماذا يفعل ذلك يقول وفي لمدخليتهم ولا للاستشارة بهم لا للمدخلية ولا الاستشارة بل لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم أي قضية تشريفات مولانة وإلا لهم مدخلية وجودية أو ليست لهم مدخلية وجودية هل ستعرفون الفارق إذن بين الأفضلية وبين ماذا وساطة الفير مع أن العلامة المجلسية يعتقد بالأفضلية ولكنه لا يلازم أن يقول ماذا بوساطة الفير أبداً لا ملازمة بين الأمرين أما المدرسة العرفانية ماذا تعتقد تعتقد أولاً بالأفضلية وهذا لازم أصلاً لا يمكن أن يكون هو بمرتبة العلة ويكون المعلول أفضل ماذا أفضل منه وإلا لما صار علتان ولما صار علتان إذا لم يكن هو الأفضل هذا تمام الكلام أعزائي في هذه القضية الأخرى في المنظومة العرفانية ترجمة نانسي قنقر